الميديا وصفحات التواصل الاجتماعي كلمت على ايه بخصوص الاهل خلال الساعات الاخيرة نبدأ تريند الاهل بحساب يلا كورة وحساب يلا كورة اهتم بتشكيل الاهل المتوقع على مباراة اليوم امام فرقه خمس تغييرات وعودة تاو امام فرقه طيب التشكيل محمد الشنو في حراسة المرمى محمد هاني زهير ايمن وبالتالي ادي اول تغيير مكان كريم فؤاد علم علول زهير ايصر اتنين مساكين رمي ربيع ومحمد عبد المنعم وبالتالي ده تهير تالت بعودة عبد المنعم لان محمود متولي رايح لنص ملعب وايمن اشرف او ياسر ابراهيم مش موجودين وسط الارتكاس في محمود متولي وقاليو ديانج وفي الهجوم بيرستاو لويس ميكي سوني افشا حسام حسن خمس تغييرات ولكنه تشكيل متوقع وننتظر التشكيل الرسمي اليوم الساعة تمانية قبل المباراة بساعة طيب نروح بقى لغيابات الاهلي امام فاركو حساب الرسم للوطن سبورت على تويتر اهتم جدا بمين النهاردة غايب عن الاهلي في مباراة فاركو في الدوري بنتكلم في 11 لاعب خارج الخدمة تشكيلة اساسية كل مباراة بنقول النهاردة في غيابات 10 11 12 لاعب من 11 نهاردة الغايبين اكرم توفيق عمار حمدي حسين الشحات محمد شريف عمر السلية احمد نبيل كوكا صلاح محسن طاهر محمد طاهر احمد عبدالقادر كريم فؤاد وحمد فتح الغيابات ما بين اصابات او ايقاف بسبب تراكم الانذارات طيب نروح لي الصفحة الرسمية لليوم السابع وبتتكلم على مواجهة وحيدة جامعة الاهلي مع فاركو قبل صدام الليلة بنتكلم على اللقاءات التاريخية فاركو لسه صعد للدور الممتاز وبالتالي ما كانش فيه اي مباراة رسمية الا مباراة الدور الاول واللي انتهت بفوز الاهلي بنتيجة كبيرة اربع اهداف مقابل هدف سجل افشا هدفين ومحمد شريف هدف وحسين الشحات هدف طبعا النهاردة محمد شريف مش موجود وحسين الشحات مش موجود لكن ان شاء الله افشا موجود سجل هدفين النهاردة كمان يقدر يسجل اهداف مقابل سجل احمد ابراهيم لاعب فاركو هدف فاركو الوحيد في مرمى الاهلي المباراة بتلاب على السادر اسكندرية والاهلي قدر يفوز بيه اربعة واحد طيب كورا بلاص النهاردة عملت شيء رائع جدا اتكلمت على اقصر لعب الاهل والزمالك تواجدا في ارض الملعب منذ جائحة الكورونا مباراة متتالية مواسم متلاحقة دقايق لعب كثيرة مين بقى هم اللعابة اللي تواجدوا في ارضية الملعب ولعبوا عدد دقايق لعب ومباراة اكتر منذ جائحة كورونا يعني نتكلم بالضبط في حوالي سنتين وخمس شهور محمد الشناوي عدد المباراة 128 مباراة بعدد دقايق 12315 دقيقة يليل وينش 114 10650 دقيقة بصوا بعد كده السلية 128 مباراة افشا 128 مباراة بس طبعا دقايق اللعب يقل 10113 بعد كده علي معلول 106 بعد كده احمد سيد زيزو بعد دي حمد فتحي اليو ديانج ايمن اشرف محمد شريف ثم احمد فتوح طريق حمد وبعد دي ياسر ابراهيم واشرف بن شرقي القايمة دي بتتكلم في 14 لعب كم لعب من الاهلي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بنتكلم اكتر من 60-70% من لعبة الاهلي والزمالك اللي لعبوا مباراة هم لعبة النادي الاهلي 60-70% من اللعبة اللي شاركت في مباراة كتير قوي منذ جائحة كورونا هم لعبة النادي الاهلي ومين بقى؟ احنا بنتكلم في تشكيلة اساسية الشناوي، السلية، أفشة، معلول، حمد فتحي، أليو ديانجا، ايمن اشرف، محمد شريف، ياسر ابراهيم احصائية ممتازة وكشفت لنا للاهلي الفترة الحالية مجهد اكتر من اي فريق والقايمة كشفت كمان ان اللعيبة اللي لعبت مباراة كتير مع الزمالك لا يتعدوا في التشكيلة الاساسية اللي بيلعبوا دلوقتي اكتر من 2-3 لعيبة الوينش، زيزو، ويه اشرف بن شرقي احمد فتوح على مراحل اساسي او بديل طرق حامد مش موجود ومشي وما بيلعبش اكتر من 6 شهور في الزمالك لكن في النهاية بصوا على القايمة هتعرفوا ان التشكيلة الاساسية الرسمية للأهلي لعب الدقيق لعب كتير جدا منذ جائحة كورونا وده اللي يفسر لنا للمستوى الفترة الحالية وفيه اجهاد وفيه حالة يعني فنية يعني مترجعة بسبب ضغط المباريات في الفترة الاخيرة نروح ليه كرة اليفين وبتكلموا على ان فيه تقارير قالت ان الكابتن حسام غالي حذر ريكاردو سواريش من توابع تصريحات والمثيرة للغضب حيث ان الحديث عن تلك الامور يعني عدم قدرته على قيادة الفريق او شرح اسلوبه وطريقته وعن نضيق الوقت شماعة لن يرضى عنها الجميع والتي قد تنهي علاقته مع النادي خلال الفترة المقبلة على فكرة ده تقرير يعني هل مصدر هل ده خبر ده تقرير بس التقرير ده نهاردة لو ريكاردو سواريش في المباراة مثلا كان فيه حالة اجهاد لقدر له او لعب او اتنين اتصاب زي ما حصل في المتشاط اللي فاتت وطلع علق وقت اللي كتب التقرير ده ساعتها يطلع يقولك ايه المدارب لم يلتزم بكلام حسام غالي كلام ده بحصلش وما بيش حاجة اسمها ان عضو مجلس ادارة او مشف على قطاع الكورة يتكلم مع المدير فني يقوله ما تتكلمش عن كذا وبلش الشماعات والحاجات دي كلام ده بحصلش في الاهل على فكرة محدش بتدخل في شغل للمدير الفني ولا بيعلق على تصرحاته الا لو الامر متعلق به الحديث عن امور ادارية بعيدة عن امور الفنية لكن الراجل بيتكلم في امور فنية وبتكلم عن ضغط مرشوات الناس كلها بتتكلم عليها فأي تحذير واي تقارير بتتكلم عليها كورة 11 او بعض المواقع في السوشيال ميديا طيب يلا كورة بيقوله ان في مصدر يلا كورة قال ان الداخلية يطلب استعارة احمد سيد غريب من الاهلي الفترة القادمة في لعبة من فريق الشباب بالتأكيد رجع من فترة اعارة او تم تصعيد عن الفريق الاول هيتم يعني تلقي طلبات استعارة او بيئة خلال الفترة اللي جاية الداخلية في الموسم اللي جاي بالتأكيد بعد وصعوده للدور الممتاز وعودته للدور الممتاز عايز يدعم الصفوف ففي اتجاه ان يطلب عدد من لعبي النادي الاهلي على رأسهم احمد سيد غريب لكن هنشوف ادارة الاهلي خلال الساعات الجاية هتقول ايه بخصوص هذه العروض اذا كانت صحيحة المصر الرياضي الجبلية تمسك بمشاركة الزمالك والاهلي وبيراميز وفيتشر في دور الابطال والكونفيدرالية الجبلية عليها ان تدافع عن قرارها امام الاتحاد الافريقي لان اي شيء متوقع خلال الفترة اللي جاي محدش عارف بكرة في ايه او الكافة يقول ايه فياجب على مسؤول اتحاد القرى ان يدفعوا بشكل قوي عن قرارهم لان الكاف الورق بيدلوا الحق ان يوافق او يرفض اختيارات اتحاد القرى والاتحاد القرى التزم بمعيار والاندية اللي كانت في المركز التاني يوم 31 سبع عايزة تلعب دوري ابطال رغم ان الورق ما بيقولش ان انا 31 سبع لو تاني العب دوري ابطال او 31 سبع دمعت تسجيل اسماء الاندية فياجب على اتحاد القرى ان يدافع عن وجهة نظره في هذا الملف اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة